قنابل موقت بمنازل الجزائريين تتربص بحياتهم وسلامتهم يقتنيها المواطن وينفق لشرائها أموالا باهظة حرصا منه على دف ابنائه من برد الشتاء إلى أنها أصبحت فيما يبدو نقمة لا نعمة أرقام مهولة قدمتها مصالح الرقابة بوزارة التجارة بعد أن كشف تحقيق قامت به أن معظم أجهزة التدفئة الغازية في الجزائر غير مطابقة لمعايير المطلوبة التحقيق الذي يجري في الفترة الممتدة بين نهاية 2014 ووداية سنة 2015 والذي استهدف المتعاملين المحليين والأجانب اجتمل على عينة من 158 وحدة تدفئة جاءت 155 منها غير مطابقة للمعايير أي بنسبة 98% وتتعلق معظم المخالفات المسجلة بغياب ختم أجزاء الضغط وأسلوب الربط بالغاز وغياب منفذ الضغط وكذا درجة حرارة الأجزاء الخارجية إلى أن التقرير جاء خاليا في طياته من تفاصيل حول العلامات التي شاملها التحقيق ولم يقدم معلومات شافية للمواطنين أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لابد أن تعطى لجميع المستهلكين العلامات التي كانت في هذا التحقيق لابد لنا أن نعلم ما هي العلامات التي هي غير مطابقة حتى نتفدها أو حتى نقوم بمراجعة المدفئات التي في بيوتنا لابد أيضا من دقة في إعطاء المعلومة خاصة بهذا التحقيق ومن ثم نعرف ما هي النقائص التي ممكن أن توجه بها المستهلك لأجل توعيته أو لأجل دفعه لإتخاذ إجراءات مناسبة التقرير الذي جاء أخيرا بعد الارتفاع الملفت للحوادث المميتة والمرتبطة باستنشاق غاز أول أكسيد الكربون فتح مجالا للحديث عن دور تلك المصالح وجدوها في ظل هذا الكم الهائلي من المخالفات وكأنه لم تكن هناك رقابة من قبل إطلاقا في هذا المجهل ونحن الذين كل سنة في بداية الخريف نقوم بحملات تحسسية للمستهدكين ونقولون لهم اشتريوا من المحلات النظامية ولابد أن يكون هناك تقني خبير لوضع هذه الأجهزة إلى غير ذلك وحتى يحقق هذا التحقيق الغرض منه في حماية المواطن وضمان سلامته من المقرر أن يتم إجراء مراقبة بصرية وتحليلية لعينات من هذه التجهيزات على مستوى الحدود ووحدات الانتاج المحلية قبل أن يتم توجيهها للمخبر الجهوي تابع للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم بقسنطينة ترجمة نانسي قنقر